فجلي صنعى حديثكها وفوق النسيم لصنعاء التي أهدرت عواصف الحرب نسيمها وأخلف الطغيان عهدها فأصبحت مدينة بلون واحد فمنذ خمس سنوات فرض الحوثيون هيمنتهم الكاملة على المدينة وجردوها من ملامحها الجميلة لتكتسي شوارعها بلون قاتم ووحيد إنه لون ميليشي الحوثي الجماعات الدينية المتطرفة التي لا ترى سوها الصورة التي تنقلها التقارير عن المدينة وكتفها مركز صنعاء للدراسات السراتيجية في أحدث مواضيعه تحكي كيف اختفت صنعاء المعروفة بغناها والتنوعها وتحولت بين عامي 2015 و2020 إلى مدينة أشباح بعد أن جردها الحوثيون من أبرز ملامحها وجردتها الحرب من مبانيها ومعالمها الجميلة لتصبح أبرز معالمها مجرد أطلال ينتصب عناصر ميليشي الحوثي بأسلحتهم المهيئة دوما للقتل في الشوارع والحارات ليكسوا وجه المدينة بالخوف والفزع فيما تحولت جدران المدينة إلى معرض حي ومفتوح لصور قتلاهم وشعاراتهم الطائفية المتطرفة صنعاء المدينة التي حولتها الحرب إلى أطلال يعيش داخلها ملايون اليمنيين يفتقلون لأبسط الخدمات العامة بجوار حفنة من قيادات الميليشي الذين تحولوا إلى أثرياء خلال خمس سنوات لا غير سيطرت الجماعة وقياداتها على المجالات الخدمية كالنفط والغاز وتوليد الكهرباء وشكلت هذه الخدمات باباً لاستثمارات هائلة بسبب بيعها بتكلفة عالية جداً للمواطنين وأصبحت مصدراً لثراء الفاحش ومدخلاً للصراع بين قيادات الجماعة سيطر الحوثيون على المؤسسات الإيرادية العامة والخاصة وقفزت إلى السطح شركات نفطية ومحطات وقود وشركات صرافة حلت محل البنوك في الوقت الذي تشهد فيه اليمن أسوأ مجاعة في تاريخها انتشرت على أطراف صنعاء فلل ومبان حديثة لقيادات حوثية ظهرت عليهم آثار الثراء المفاجئ استخدم الحوثيون خلال سنوات كل أدوات القمع والتنكيل بخصومهم فتحولت صنعاء إلى معتقل كبير ومدينة طاردة للحريات والحقوق العامة غصت سجون الدولة بمعتقليهم وفتحت مبان أخرى كمعتقلات كثير منها معتقلات سرية وتنوعت أساليبهم القمعية بين الاعتقال والتعذيب واخططاف النساء والحرمان من ممارسات حرية التعبير وأغلقت الصحف وحجبت المواقع لتغض صنعاء مدينة معزولة يحكمها ويتحكم بها الحوثيون وحدهم وتحولت المدينة من عاصمة لليمنيين إلى ساحة لممارسة طقوس الحوثيين ومناسباتهم الدينية أو ميدان لتجمعاتهم وحشودهم ولا حق لأحد فيها سوى الصمت اشتركوا في القناة